اشتركوا في القناة ولكن عندما تغيب الشمس ويحل الظلام هنا فقط تظهر الحقيقة القبيحة لو اعجبتك فيديوهاتنا لا تنسى الضغط على اعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات كي لا يفوتكم اي جديد ما الذي نعرف عن الكنيسة الكاثولوكية ليس الا ما يريدوننا ان نعرفه فعمرها الفي عام واعضاؤها حول العالم 1.29 مليار شخص قد تؤمن او لا تؤمن بهم ولكن الحقيقة انها كيان سيظل قائما لسنوات طويلة وحتى بعد وفاتك السير وراء السمرار الفاتيكان انهم ينشرون الانجيل حول العالم الكنيسة الكاثولوكية كالشركة التي تساوي مليارات الدولارات تنشر منتجاتا في جميع انحاء العالم تحقق ارباحا من دون الحاجة لدفع اي ضرائب وكأي من نظمة اخرى كبيرة تمتلك الفاتيكان نصيبها من الاسرار والفساد ففي عام 2018 تفاجان بوجود قصيس مثلي وهناك اندريا كونتون وهو قصيس اخر اعلن مسبقا في احد الجلسات بالمحكمة انه مارس الجنس مع 30 سيدة حتى انه كان يقضي الاجازات باحد المنتجات السياحية بفرنسا لا مشكلة في الامر هو حر ولكنه من المفترض يكون راهبا وينتنع عن الزواج ولكن ايضا ليست كل اسرار الفاتيكان من هذا النوع هناك امور اسوأ بكثير هناك خصص مزعجة حتى انك لن تلم الليل بعد سماعيها فمثلا في عام 2014 عثر على بقايا 800 طفل اسفل ملجأ الامهات الغير متزوجات بايرلندا ومن ضمن البقايا كان يوجد 35 رضيعا بعمر الاسابيع وبعد دراسة البقايا عارف الماريخون انه تم دفن هؤلاء الضحايا في الفترة ما بين 1925 و1961 هذا المركز كان يدار من قبل راهبات تابعات للكنيسة الكاثولوكية وهو يوفر مأول الامهات العازبات التي على وشك الولادة وذلك من اجل اشعارهم بالامان والحماية عند الولادة ولكن يبدو ان الامر لم يكن كما يبدو حيث شهد هذا المكان قتل اكثر من مكان لولادة الاطفال شعب ايرلندا كانوا دائما فخورين بصورتهم كامة كاثولوكية فالكنيسة الكاثولوكية تعلم الناس انه يجب عليهم الزواج لممارسة الجنس وانجاب الاطفال ولكن للأسف يبدو ان الكثيرون لم يهتموا بهذا التعليم فتربطهم علاقات مع الفتيات كالخادمات والصاقيات ويبدو انهم يندمون بعدها او الامر يكون مجرد عبث فينتهي الامر بهذه الفتيات في مركز الامهات الغير متزوجات في الثلاثينيات والاربعينات والخمسينات توفي الاطفال الغير شرعيين بنسبة خمس مرات اكثر من الاطفال الذين يولدون نتيجة للزواج كيف يمكن ان يحدث ذلك؟ الفضل يعود للكنيسة الكاثولوكية وقيم البطر يرقية التي سيطرت على اوروبا وايرلندا في القرن العشرين يتغير مصير فتيات واطفال صغار نتيجة رجال غير مسؤولة وبعضهم من الاقارب ونتيجة مجتمع يظل يحاسبهم على اخطائهم طوال العمر ويعاقب اطفالا ابرياء لا ذنب لهم حيث ان هذه المجتمعات لا توفر للفتاة امكانية تربية الطفل من دون اب وهنا يتبقى امام الام خيارين فقط اما الهرب الى انجلترا تاركتنا الطفل او الذهاب الى هذا المركز التابع للطائفة الكاثوليكية والتي كان شعرهم هو ان الله يساعد من يحتاجون الى العون ولكن يبدو انهم كانوا يساعدون الامهات بطريقة مختلفة الجدل اليومي للحياة في هذا المكان لم يكن جيد على الاطلاق تناولوا افطارا بسيطا في الثامنة صباحا مكونا من عصيدة وشاي ثم رضعت الاطفال وبعد ذلك الكثير من العمل الشاق لم تكن البوابات مغلقة ولكن لم تستطع السيدات الرحيل فقد كانوا كالمسجونات فهم يعلمون انهم لو رحلوا ليجدوا مكانا لهم ولاطفالهم الراهبات كانوا يسيطرن تماما على المنزل حيث بعضهم اختار حياة الراهبات سيرا على تعليم المسيحية والبعض اختارها لكي لا يتزوج وينجب وتصبح كالخادمة للزوج حيث وفر لهم اتجاههم الديني الامان والتعليم النظام في هذا المجتمع الصغير كان مبنيا على اساس كاثوليكي صلب كان يتم معاقبة البعض بالعصى وكان يتم منع البعض من رؤية ابنائهم لأسابيع ولو لم يعجب سلوكهم الراهبة كان من الممكن ان تضعهم في الملجأ النفسية منعزلة عن الاخرين او الاسوأ من ذلك ان ترسلهم الى مركز ماجليدن لاندري هذا المركز يتم فيه ارسال الامهات للعمل الشاق ومن ثم يصبح نحوامل مرة اخرى بعد ان يتعرضن للاختصاب من قبل العاملين بالمركز لذلك لا تجد الامهات مفر من البقاء مع ابنائهم في مركز الامهات الغير متزوجات حيث يستطيعن رؤية ابنائهم بالسمرار من اجل ارضاعهم ولكن بعد فترة يتم ارغام الامهات على الرحيل حيث لم يعد الاطفال يحتاجون اليهم وتصبح الراهبات الوصي الاول والاخير على الاطفال وفي الواقع هم يحولون اطفالا بلا اباء الى اطفالا يتام بلا اباء او حتى امهات وللأسف هؤلاء الاطفال يعيشون في ظروف صعبة للغاية اما من خرجوا من هذا المكان وصفوه بانه حجيرة مليئة بالدجاج حيث عان الكثيرون من الامراض والعدوى وعند موتهم لا يتم دفنهم بصورة لائقة وبعدما تمكن المؤرخون من الوصول الى المسندات الخاصة بهذا المكان وجدوا المئات من شهادات الميلاد وشهادتين وفاة فقط وهذين اليتيمين كانوا شرعيين لذلك تم دفنهم في مقابر المدينة واستخراج شهادة وفاة لهم ولكن للأسف باقي الاطفال كان يتم نسيان كل شيء عنهم ودفنهم في باحة المركز الخلفية حسنا يا اصدقائي ما رأيكم في هذا الفيديو اخبرونا في التعليقات ونتمنى ان يكون اعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد شكرا للمشاهدة والى اللقاء لا تنسوا الاشتراك في القناة Yeah أنا �patر gig